دائما نعود من جديد ومساءكم سعيد. سعيد يا سعيد. اذا غد يعني في عجالة دائما في نطاق تصريح للاحد النقابات التي تقول لك النقابات بحالة تيهدر على النقابات مجتمعاتا. لكن النقابات تستابق. النقابات. في حين عندما تقولوا النقابات بحالة تقولوا النقابات الخمسة الاكتر تمثيلية. في حين ان هذا تصريح لا يخص الا صاحبه. والنقابة التي يعني صرحت بهذا. يعني بهذا تصريح. حيث تقول ان الحكومة لم تتطافق مع النقابات على على موعدين قار. يعني ان النقابات الحكومة قال لك ما وقعتش مع او التطافق مع النقابات على موعدين قار. وهذه كمأساسة الحوار اجتماعي. ايش تنسموها? ايش تنسموها? علمنا ان في اتفاق في الحوار اجتماعي اتفاق ثلاثين ابريل الفين واتنين وعشرين. يعني رادلوا مأساسة الحوار. هاتش اللي قلتوا كاملين? خرجت دي الجميع الليزينيون. ها انا داك. النقابات العمالية. ومنع العامين ديالها. قلتوا بانكم درتوا مأساسة الحوار. وغد تولي سانة اجتماعية. وان الحوار اجتماعي غد يبدأ في شو تنبير ديال اتنين وعشرين. هذا اللي المقبل. وتدخلش تقول بان الحكومة ما اتطافقتش مع ان الهيئات النقابية على موعد قار. اذا نحكموها بنفسكم. وهو الحوار اجتماعي غد يبدأ في شو تنبير. ودارت المأساسة دياله. وسموه سانة اجتماعية. وغا يبدأ في شو تنبير. وغا ينتهي في في نهاية ابريل الفين ثلاثة وعشرين. وجدول الاعمال دارو وكلش هذك شالجأ يدار والآصلاحات الى اخيره. دارت. اصلاح انظمة تقاعود. دار جدول. دار جدوء الاعمال دياله. جدول الاعمال لليل الحوار الاجتماعي اللي غدا يطرح. وهذه النقابات كانوتي حضروا معاهم. حضروا معاوه نزلة المالية. واختاروا السيناريو اللي غادي. السيناريو الليل يباشي يختاروا السيناريو الذي سينزل. والاصلاح ديال الانضيمة التقاعد غير بداية تفعيل دياله من فاتح يناير 23. واش هذا كان هنا وما كان واش كاين معاهم ولا ما كنتيش معاهم بعدا. مو حال واش كان معاهم. كانش معاهم. يالك لم يكون قار. والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. وكل شيء هاد الشيء والاصلاح الضاريبي والجبائي. ازاي جدول الاعمال عمرتوه. زيد غد نتبعه واحدة واحدة. ايش قال تاني? وقال لك هنا من المفترض هو ان تكون النصوص قد صدرت. يعني بقى النصوص تنظيمية. قد صدرت. والتنصيب. هما زمعاكين. نقابة ديالهم. نصبت قليك لجنة. تقف على كل الامور المنفادة. والغير المنفادة. اها. تملي زمعاكين في الفين في المقبل. وفعلا ترى درت استباقية استباقية غا باش تبينوا انكم انتم اللي غادي تجيبوا الربحة. وذك الشيراء غادي تنزل في وجايت تقول ترى ديالنا وتنديروا الحكومة. الحكومة باش دير لنا قار. اذا انتم اللي غادي تجبروها باش باش غا تقلس تدير اه المأساسة الحوار في في المقبل. داك المقتديات باقي من نزلتهم مش. وانتم اللي غادي تدرك مني خرجته غادي تنزلهم مياه في شوتانبير. وهد شي تحصيل وحاصيل. دك شي تطافقوا عليه. وفي شوتانبير كل شي غايتنزل دك شي. تنفيذ غايتبدا من شوتانبير. النص في هاد في هاد العام. اتنين وعشرين. والنص في شوتانبير المقبل. وطافقتوا التومة كاملين باش تأخروا تل شوتانبير. باش الدولة تربح ستد شهور تقريبا لربحات. تقريبا لربحات. طافقتوا انك تأجله في حين انه كان خصو يبدأ من الموسينك. طافقتوا باش تأجله تل الموسيس. تل الموانف. وتكون النص فقط في في الموانف. الفوتات. النص في سهر تسعود هادي. والنص في في شوتانبير اهي في تلاتة وعشرين. هد شي لكل شي معروف. شي غايت قول لي السباقية ولا غايت قتل. وكين تل السباقية لهم يحزنوا. قال يقدروا لجناب باش يشوفوا. يعني تبع او تقيفو على اه الامور المنفذة والغير منفذة. والله يجازكم بخير. من الاتفاق الماضي. اتفاق اراد دار سافي. دار وغادي يتنفذ وغادي يتنزل. ومأسسات الحوار تهيد دار. تقول لي انت يا قار ما ما قاش لكمش موعيد قار. مأسسة الحوار سافي غا تبدأ. غا تبدأ من شوتانبير غا يبقوا غادي نخدامين. تل لا. وتسمات السنة جديمائية تل اه نهاية يعني الاسبوع الاخير من ابريل وتيعلنوا عليها على هذك الاتفاق المخرجات دياله قبل الفاتح ماي كما تديرو دائما. شدقات جيد تقول لي نعمل شعج اخرى. للك النصوص التنظيمية الخاصة برفع الحد الادنى في القطاع بالقطاع العام الى تلتة وخمسمائة. واحد في السلم السابع. بالنسبة لهيئتي المساعدين الاداريين والتقنيين. واتشرة صافرة الدار. اشباقي تدير? فاتشرة دارته استادة مزور. هذا عنده علاقة بالاصلاح الايضارة. وبالنسبة لهيئة الاطور اللي تتشتاغل مع وزارة التربية الوطنية المساعدين الاداريين والتقنيين. رأى في النظام الاساسي الجديد في هاد النظام الاساسي غادي تحل المشكل دي هذو. وهو رأى تحل اصلا. هاد هاد المشكلة خاصة باصلاح الادارة ورامح غادي حدفو السلم السابع. ورام حددو اصلا نضاع المراسيم ديال داكرة حددو درجة جديدة للمساعدين الاداريين والتقنيين اللي عندهم لو باقوص طاغني. يعني المسار ديالهم محدود في السلم الثامن او التاسع. كي تجارين. واحتى الدرجة الممتازة او الدرجة الجديدة بالنسبة لأسرة التعليم تيارة غادي تحدث. عليش غادي تحدث لانتهم يا عندهم لو باقوص طاغني يعني مسار محدود. انه ودركوا للتوضيي بالعاشر الاحضاعش خاصوهم يفتحوا ليهم يعني ترقياتين خلال المسار المياني. ايش غادي دير قولي يا تستابق متى تستابق. طيرو من اللي ما قليساني. قال اكتاني رفع حاصيص طرقي الى ستة وثلاثين. حاصيص سنوي الى ستة وثلاثين غادي يطرف على الجامعة. وفي اعلان هذا غادي يكون في الحوار الاشتماعي لانه يخص جميع القطاعات. واصلا را ادار في النظام الاساسي ديال اه ديال الجديد اللي غادي يتنزل. اذا التأجير اللي كان لانه عنده ارتباط بهالشي اه باش ما قل لك ما نطرحوش نظام الاساسي. علاش ما شاكب بالموسى اه ما اعلنش. يعني وقام بتنزيل نظام الاساسي في شوتنبير. اه في يوليوز في نهاية زيوليوز في كما كان متفقنا عليه. لانه كي نشي حاجة باقى عندها علاقة بالحوار الاجتماعي بالحوار المركزي. اذا خاصة تخرج في في يعني في الجارية الرسمية ولكن تابعة القطاع ديال اصلاح الادارة. خاصة تخرج الجارية الرسمية وتكون اه في يعني في الحوار الاجتماعي. غادي يعني غادي تنفذ في الحوار اجتماعي المقبل. الحوار الاجتماعي اللي التافقوا عليه هو التافقوا عليه في فاش. تلاتين ابريل. هات 36% وغا تكون متضمنة باش يضمنوها فاش. باش يضمنوها في النظام الاساسي الجديد. اذا يعني النصوص التنظيمية اللي كانت في الحوار الاجتماعي اكينين شي شي داك بحال النسبة المئوية ديال 36% بحال المشكلة ديال المساعدين التقنيين والاداريين الى اخيره لانهم اطور مشتركة مطور مشتركة بين الوزارات وهذا 36% زيادة في الحصيص يخص جميع الموظفين يعني اللي تابعين يعني الوزارات كاملة جميع القطاعات القانون يعني النظام العام ديال الوظيفة العمومية. اذا خلصوتي يخرج لي باش يضمنوه في النظام الاساسي الجديد. انه باقي ما ما خرجوش النصوص النظامية. هادو التنظيمية هاد الشيء لاش تعطل تعطل اا الاعلان النهائي ديال اا سبعة وعشرين يوليوز الفين اثنين وعشرين بالنسبة القطاع يعني الحوار المرحلية الـ 18 يناير. لانه كين انشحويش. باقي نخصوتي خرجو مراسيم ديالهم لانه عندهم علاقة بالحوار المركزي. وبجميع القطاعات بحالة بالنسبة ديال 36% خاصتات خرج بالنسبة تصدر في الجريد الرسمية وتكون تخرجت في يعني في النظام العام ديال الوظيفة العمومية. باش يتضمنوا في النظام الخاص ديال وزارة التربية الوطنية. اذا هادك شالي اش احنا انطرحوا النظام الاساسي الجديد. او هاد النظام يعني اللي اللي سلحوه. النظام الاساسي الجديد اللي غي يديرو. مبغوش يطرحوه ناقسا. يليك حتى انطرحوه كاملا. لانك انشي نوقات عندها ارتباط بجميع القطاعات وغد التعالج في الحوار المركزي او الحوار الاجتماعي. هي 36%. يعني غايتمزل. الشوتينبير كل شي غايتمزل. ثم الرفع من قيمة التعويضات العائلية. تاني الرفع من قيمة التعويضات العائلية تتخص جميع الموظفين ديال ديال آآ النظام العام ديال الوظيفة العومية. كل شي موظفين ديال الوظيفة العومية. تيخصهم هاداك. وخصوا اذاك شعلاش هما ناقشوه مركزيا. وغيش من الجامعة. والاتفاق كما قلت راه داروه في بانه هو غادي بداء التنفيذ في هاد الشر ديال شوتينبير. اذا كل شي هاد الامور غادي تتحل في شوتينبير. اما الميلفات الميلفات ديال 27 ما عنده تتعالى علاقة باش. ما عندهش علاقة بالحوار الاجتماعي نهائيا. او الحوار او تخصص ريح الى اخيري. ما عندهش علاق. بهدهم. هادا ديك المشكلة كناشي نوقات يعني غادي يكونوا في غادي خصهم يتضمنوا في النظام الاساسي ديال وزارة طربية وطنية. وميمكنش وزير التربية الوطنية يضمنهم في النظام الاساسي ديال وزارة الطربية الوطنية. قبل ما ما يتضمنوا في النظام العام ديال الوظيفة العمومية. هو اللي تسبق. مين يغادي يدخلو وغادي تجسدو وتخرج نصوص تنظيمية وتنشر في جريدة الرسمية. والدخل في النظام العام ديال الوظيفة العمومية. هنا داك يمكن لها ان تدخل مباشر مرة مجاهزين. داك شي مقاعدين. داك شي تنتنهو غير نصوص تنظيمية تصدر والمراسيم يعني يعني تصدر وتنشر في الجريدة الرسمية فقط. الشي اللي باقي. وهد شي اللي عطل هد شي. انهم عندهم اغطيبات بالحوار الاجتماعي اللي دي سينطرقوا في شوتان بير ان شاء الله. الرجوع لذوك الملفات الاربعة الانية اللي داروهم اانيين. هدوك الملفات الانية الاربعة. كنت قلت لكم ارا غدم رجع لهم. هدوك دائما كما قلت. في الفين وثلاثة. عندما يعني فتحوا باب تراقي الى السلام الحاضي عشر هدو هما اللي ستيفدوا. هدو هما اللي في تسعين اغلابية ديانا تنقول لها بليبار. ما ما جوريتي. بتسعين دخلوا العاشر. هدو هما اللي بدأوا تيتوضفوا بالاجازة في تمانية وتمانين. هدو هما اللي تشكلوا قواعد في المصالح المركزية وفي النقابات والادارة وتفتيش تغيير هدوك الشديد تغيير الاطار الى اخيري. هدو هما اللي كله اللي نارزقنا. احنا اللي توضفنا بالتامين وتعيننا آآ الاساس الباكروني الاسعاب التمانينات من ثمانين تا ستة وتمانين. اللي كنت لكم اللي توضفوا من بعد سبعة وتمانين بدأوا توضفوا بالدعو وبالاجازة الى اخيري. وبدأوا تحصدوا في الامتيازات. وبناء عليه. فتحوا لهم باب الطرقية السلم الحادة عشر في الفين وثلاثة. في حين كما قلت ما كانش خصهم يفتحوا باب الطرقية السلم الحادة عشر في الفين وثلاثة. كان مغيكونش هاد تراكم في الميلفات ومغيكونش هاد الاختناق ومغيكونش. يعني فئات الان محاصرة في السلم العاشر. اللي هما ديل تسعينات. هادو كديل تسعينات. لكننا في 95 من يدروا البكالوريا ولو تعينوا بالتاسع ما عينوناش بشي حرمونا من دوزوش في 2001 والألفين وجوش تكونوا دزنا العاشر هدوهما اللي في 95 دوزوغة 93 و 94 فقط اللي عينوهم في السلام التاسية في 95 لأنهم عارفينهم أصلا وخي دوزوغهم دي من المهندسين دي المالية وخي دوزوهم التاسع في 95 رغم ما غي دوزوغة 2012 مدى زوغة 2012 لأنهم عارفينهم ما غي يكملوا 15 سنة أقدامية أهمة وخي يكون عندهم يعني الشرط دي أكتر من ست سنوات ست سنوات يعني في السلام التاسع رغم ما غي يمكنش لهم يكملوا الشرط النظامي حتى 2008 و2009 و2010 وبما أنهم كانوا راكمونا احنا لأنهم من يدروا المادة 112 وفاتحوا باب طرقية لأننا هنا كنا تعطلنا في الطرقية دينا وكنا خندوزوا في 2021 جوش نكونوا دزنا للعاشر بغوا يسرعوا الطرقية دينا من العاشر إلى من التاسع إلى العاشر وفق الحصار على السلام التاسع ووضع السلام التاسع في طورة انقراض في 2003 كانوا ما غير يدخلوش معنا اللي توظفوا بالسابع لأنهم أصلا مراقيين جمعات ولا ثلاثة في حين أن المسار الميهاني اللي الآن كله تيدير ما تيتعداش يعني ترقيتين خلال المسار الميهاني ترقية بالغطية هادو مراقيين كتار اللي مرتبين تابع اللي توظفوا من 72-73 ودخلوهم معنا في 2002 في 2003 والله هما اللي واخدين لنا حقنا واخدين لنا المناصب المالية دينا بالأقدامية العامة وخمع عندهم مثل حق في حين أن من هذا الوضع السلام التاسع في طورة القراءة في 2003 كان تامن ضحايا الزنزان التاسعة هما اللي توظفوا بالتامن تخرجوا بالتامن وتوظفوا بالباكرونية من 86 هادو الأفواج اللي كانت فقط خارجي واللي تخرجوا بالتامن من 86 باش يترقاوا خلالها أربع دفوعات وده هذك شي بجدلوا طرقية استثنائية وطرقية استثنائية من 2003 في حدود أربع سنوات على أن يكون في فبراع 2007 بمفعول مالي وفعلا تمت البرمجة من 13 جيوش 2003 إلى غاية 12 جيوش 2007 وصدرت اللوائح والطابلو دونوميناسيون لليس دافوس مطر وزيام قراد ودوزيام قراد ديالجميع المتقاعدين من 2003 2004 2005 لتقيدوا منذ 2003 أكثر من 3 سنوات وهم تتقيدوا في جداو الترقي وعندما يقيدون في جداو الترقي هذا يعني أن أحدثت مناصب ديالهم المالية أكثر من 3 سنوات مناصب مالية تحدثه من أجل أنه يقلز جداو من 3 سنوات ويجو الدول كنا هنا بالأقدمية العامة ومرقين ثلاثة مرات وماشي من حقهم كانوا مبرمجين حتى ندوزوا احنا وتكمل ترخيص الأول وكل شي يرقى خلال أربعة دفوعات وليتقاعد ما تخضعش للكوطة ويدوز للسلام العاشر خلافا للمادة تسعود وتسعين لأن المادة تسعود وتسعين أصلا دارت غرب من أجل ترتيب هذه يعني المستفيدين المقيدين بالمادة مية واثناش من أجل ترتيبهم حسب أربع دفوعات من 2003 2004 2005 2006 من أجل الترتيب صدقوا مرسمين كحاصيس علينا في غروسنا في الوقت اللي داروا صيغة واحدة من أجل الترقيب وهي الترقيب الاختيار وحيدوا الكفاءة المهنية في حين أن الكفاءة المهنية كانت يدوغا هما وكانوا لمرتبي في السابع برنجين أنهم مخصومش يستافدوا من المادة مية واثناش حتى يتم تمديد دياله من 2007 إلى 2013 ما تمي 2013 اللي بتحايلين منهم خلوات 2011 لداروا ترخيص استثنائي التاني وداروا التمديد من 2007 إلى 2013 وقاموا بالمراجعة ديال جميع المتقاعدين من 2007 إلى 2010 ودوزوهم كاملين حتى التقاعد من نسبي دوزوهم كاملين خلافا للمادة تسعود وتسعين في حين أن لوائح ديالنا غبروا لاشقف وماء وجمدوها في حين كان خاص نحن اللولين ندار مراجعة ديالنا ونترقاوا اللي يديروا التمديد ديال المادة مية وطنائش ولو هدوك اللي سارقين اللي الترقيات ديالهم بست سنة واتفقد من التاسع إلى العاشر مرقين ثلاثة المرض زادهم الرابعة مرقين ربعة المرض زادهم خامسة خلافا ضربا للقانون للمعمول به بأن الترقية لا تتعدى ترقية خلال المسار المهني نحن نترقاوا مرة وحدة خلال مسار المهني يعني يعني المسار المهني ديالنا محدود توظفنا بالتمن تقاعدنا بالتاسع ومينيجات هذيك المظلومية باش ينصفوا الأصحاب الضحايا ديال الاختلالات ديال نظام ديال الفين وثلاثة وديال خمسة وثمانين لأن نكن ضحايا ديال النظام الاسد ديال خمسة وثمانين وديال والمرسوم ديال التوظيف تعديل شروط توظيف في خمسة وتسعين وكان خلصت ندزل العاشر التاسع في خمسة وتسعين والنظام الاختلالات والنواقص والقصور والتراجعات اللي جاء بها النظام الاسد الثلاثة وثلاثة ارتفاع من تصف الليل احنا اللي كنا كان يقشد ويستهدف فقط لا غير أصحاب المسار المهني المحدود اللي عندوله باك كما داروا الآن للمساعدين لهيئة هيئتي المساعدين الإداريين والتقنيين بالنسبة للصحاب السلم الثامن والتاسع فتحوا لهم باب الترقي إلى الدرجة الممتازة بناء عن ماذا لأن الترقية ديالهم كانوا راكيدين بحل شي قلتق راكدا ما تتحركش كان له باركور ستاقني هم اللي يكونوا مستهدفين أما هذو اللي دوزتوهم مرة بدوزين ربعات المرات ولا خمسة ودوزتهم إذن تررجعوا ثاني إلى هذو اللي دازو الآن كملفات آنية في حين ركنت من 2018 دوزهم ملون المتصرفين إلى آخره ورجعوا في بزاب ديال الأمور كانوا بالإسناد كانوا رامعين ما شي مشكل هذو دوزهم بثلاث مراسين المرسوم الأول اللي تيخص الإدارة الترباوية أو المتصرفين اللي هو جوز 22 69 60 اللي قام بتتميم وتغيير فقط المرسوم جوز صفر جوز 854 هذو شعلش قلنا لكم هكينا غير مراجعة فقط ديال نظام الآزي 2003 هذو شعلش من موسى اللي يقوموا بحصر جميع الاختلالات والنواقص والقصول للتصحيح ومن أزيجات الشوائب ويعني تصحيح جميع التغارات إلى آخره باش يبنوا واحد نظام أزيجي قوي يكون واحد دعامة قوية من أجل الإصلاح ديال المنظومة التعليمية بيكونش في شي خالي وتنقول لنا السكيد بالموسى أن قبل ما تصحح هال اختلالات ديال نظام الأزيج 2003 والمراصب السابقة وتدير وتقوم بإنصاف ضحايا الزنزان التاسعة ضحايا المادة 12 اللي هما أصلا مرقين خارج اللوائح ديالهم من أجل الترقية لهم أزل من 3 سنوات وأحديثة المناصب المالية ديالهم لأكثر من 3 سنوات والجميع تستر على هذه يعني التجاوزات والأخطاء الجسيمة وقاموا بترقية من لم تكن تستو يعني يتوفرون على الشروط النظامية قبل حدفهم من الأسلاك في حين قاموا بإقساء اللي كانوا مستوفين شروط النظامية قبل حدفهم من الأسلاك لأزل من 3 سنوات وكمل من راسك إذن هذا المرسوم الأول ديال الإدارة التربوية اللي غاي حدولهم متصرفين يعني تتميم وتغيير في المرسوم صفر جلس صادر في 10 فبراير 2003 اللي هو بمتابة النظام الأساس من الموظف الوزارة التربية الوطني المرسوم الثاني عفوان البارح قلت 541 جوج 21 504 40 سيقوموا بتتميم وتغيير فقط المرسوم جوج خمسة سنين زيماك من 11 دو تقول لهم دو زون في حين او درجة الممتازة بالنسبة التانوي ركانت شروط توظيف يعني تتغير من سلكين الى سلك كل سلك عنده شروط توظيف دياله يعني مغيرة للسلك الاخر ما كانش عندهم نفس شروط توظيف باش جي تقول لي انت اعطيني اوريشيل التانوي عنده اوريشيل التانوي عنده اوريشيل ركانت توظف بالعاشر اذا خصوهم طرقياتين خلال مسار المياني عندهم وعندهم اوريشيل اما الان ديال التانوي رات يتوظف به 11 اذا خصو اوريشيل ودرجة ممتازة اخرى درجة الجديدة ركلش عايز تاكن درجة جديدة التانوي وغيبقوا احتفظوا بدك درجة ممتازة ديال اوريشيل اما الابتدائي عنده مدرجة جديدة قتل الجامع ولا الاعدادي يلي عندهم عندك الحق جوج ترقيات خلال المسار المياني الان راول لثلاثة وهادو اللي دوزو وهرام دي زير ربعات المرات يلي ادخل مؤقت او مدرير محترامتي دازل السابع منها سركون تحشمو ومو مني وصلو تاني الفين وثمانية مشو بدو تيقول لك لا خصنا اوريشيل اش درت معهم لان في القطاعات الاخرى تستافدوا من اوريشيل لان كينا في النظام العام ديال الوظيفة العمومية انك تكون عندك خمسات سنين في السلام الحاضي عشر وتكون عندك الرتبة السابعة تدوز يعني لدرجة الممتازة لأي اوريشيل ولكن كل نظام الاساسي ديالوزار التربية الوطنية ما كينش هذك الانظيمة ديال هذك القطاعات فيها موجود فيها اذا من حقهم يدوزوا بالنسبة الوزارة التربية الوطنية بالنسبة الابتداء والاعدادي ما عندهم ش درجة الممتازة اوريشيل وخاكينة النظام العام ديالوظيفة العمومية لأن الوزير ممكنش يرقيك لدرجة غير موجودة في النظام الاساسي الخاص بيك في وزار التربية الوطنية هذك شاعة مداز ومن يجوا في 2011 وقالوا اليوم سنحدث لكم درجة جديدة اللي بقوا دائما يقول اصلا في 2014 كان غاية تنزل النظام لأساسي جديد وتكون في درجة جديدة ولكن قمتم بتنفيذ يعني البرمجة ديالكم ونزلتوها ودرتو الأجراء ديال الفعلية ديال وضع السلم التاسع في طور النقيراد في 2003 وطبقتو الترخيص الاستثنائي الاول ودوزتو فعلا لتخرجوا بالتامين فقط تتخرجوا بالتامين ويدوزوا عبر اربع دفوعات من 2003 الى 2007 وكل شي يدوز العاشر في 2007 ما يبقى شي واحد ولي تقاعد يتقاعد بالعاشر 2007 يدان مباشرة التمديد ديال ديال المادة اه المادة 12 15 16 بالنسبة للي عندهم المرقيين جوج مرة وثلاثة خاصة نبدو بالامرقعة مرة واحدة 2003 كلي عنده عشرين عام عدنا عشرين عام كلي عنده 23 عشرين عام 22 عشرين عام عدنا وداروا فينا الكوطة وتقاعدنا بتاسع السابع اللي عنده السابع كان خصوم يدخل تلت ترخيص تلت تمديد ديال المادة مية 12 ويبدأ في الوقت ديال من 2007 كان في 2010 غايد كل شي للعاشر كنتم ما تلقوش هذي المشاكيل كنتم في 2014 غايبدأ توظيف بالسلام العاشر وغايكون كل شي للحضاع العاشر توحد ما غايبقى حتى الجداد 2003 بالنسبة للجداد 2013 هيكون كل شي للعاشر 2014 تنزلوا النظام الاساسي وتنزلوا فيه الدرجة الجديدة وتبدأ التوظيف بالعاشر يعني التعيين بالعاشر على اساس الايجازة وتكونوا غاديل كان النظام الاساسي غايتنزل في 14 ولكن كانت جيوب مقاوعة مرافضة للتغيير للاصلاح هذك شي علاش جابوا نظام اساسي جائر تنشر التمييز والتفيق بين الجسم الواحد واسرة التعليم والتي متفككة ولا كل شي تضرب في كل شي كل واحد تيصوت على كباته كل واحد بغي يترقى هاب وحده وده رفيتنا بيناتنا احنا اللي كنا تنعلم الناس يعني هاد شي ديال التفريقة يعني فرق تسود احنا اللي كنا نعلم الاخرين وليت بيناتنا بحال الفيروس بيناتنا واللي نحنا تنتعرض لها بيناتنا وتنقص بيناتنا وتنميز بيناتنا حتى تشت تشت اللي نتشمل وهذا شي اللي يبغاو وبدو تيزعرطو علينا ما كان شاد شي غادي يوقع كان كل شي غايتنصف كل شي بالحق وبالقانون وبالترتيب وكل واحد يدوز في نوبته وتو واحد ما يتعدى على الحق ديال الاخر لكن نساء نوصل لها لكن من ولات الانانية المفرطة وليو ابناء جلداتك تيدو لك حقك ويضحكو فيك من الفوق ويقصوك وقبل ما تقصي الادارة ولا النقابات يقصوك هما هما يقصو اللي بغاو ويقصو اللي بغاو يدوزو يدوزو وهما يأولو هما اللي بغاو يديرو وفي الاخر قلستو على الخازوم وقلستو على القالب من الجيال الغليد وبقين زيدين فيه احتراماتي اعني البعض ديال الكنانة من اللي كانوتي لهم عارفين الرسم اذا هذا المرسم ديال جوج 21 544 بتتميم وتغيير المرسم جوج 11 672 اللي يخرج في 2011 هذا ايش دار هذا تيدير تنظيم المراكز الجيهوية للطربية والتكوين واحداتها كيفاش غديديرو المسائل هادي بالنسبة ادارة طربية ثم المرسوم جوج اه 22 71 لغير وتم المرسوم جوج 85 723 حول احداث مراكز التوجيه والتخطيط هذول اللي حلوا بها المشكلة ديال التوجيه والتخطيط اذا هال اربعة كلمة اللي قاموا ب يعني تسوية تسوية نهائية في واحد يعني واحد الوقت القياسي ان الاتفاق كان في 18 يناير 10 فبراير مكينة اشهر قاموا ب صدرت يعني دازة في المجلل الحكومي وصدرت في 10 فبراير 2022 وفي 25 في فبراير من نفس الشهر تم نشرها في الجريدة الرسمية ودخل تحييز التنفيذ وسمعنا بان النواسينك قاموا بتسوية هذه المينفات إذن هادوك اللي ستاف دو في الحضاعش هما اللي الآن ستاف هما الأوائل والآن نتب احنا ما حاسزين هما ولو ولكن نبين حجم الضرار للديران واش واحد وصل والناس اللي حقهم وكلهم فيهم دحاية زنزان التاسعة وملوا لني كانوا صميدوزو ومرقيين قبل ما يخرجوا تقاعد ولوائي خرجت وضمصوها لولا الألطف لولا الرجال الأحرار والحرائل اللي وقفوا معنا حتى وصلنا المظلومية وتم الاعتراف بها رسميا من داخل قبة المرلمان ولدينا ما يفيد بكرة التفصيلية التأطيرية الجوابية دور مئة وعشرين إذا حبسة يا الله سمحوا لنا وشوفكم في فيديو آخر وما غادي نسوش الناس ديو المستحقات نظرنا ما لهم في شي عاجة خفيف ضعيف ناشي مشكلة